هناك هدوء حذر لأننا قلنا أن الاستهدافات حصلت منذ ساعات الصباح هذه العمليات التي نتحدث عنها هي حصلت اليوم اليوم هذه العمليات الثلاثة التي قامت بها حزب الله بالإضافة إلى أربعة غارات قامت بها إسرائيل حتى هذه اللحظة واحدة في حولة والتي أدت إلى مقتل العنصرين في حزب الله نعهما حزب الله منذ بعض الوقت بالإضافة إلى غارة على بلدة حنين وغارتين على بلدة عيتا الشعب مع قصف مدفعي طال عدد من البلدات الحدودية كل هذه التطورات اليوم منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة كانت شاهدتها الجبهة الجنوبية في هذه الأثناء تحديدا ليست هناك مواجهات بين حزب الله وإسرائيل ولكنها طبعا متوقعة خصوصا وأن الغارة التي استهدفت حولة أدت إلى مقتل عنصرين من حزب الله وكما بات معلوما عادة حزب الله يرد على هذه الاستهدافات لذلك أيضا اليوم هناك ترقب لرد من قبل حزب الله على هذا الاستهداف على بلدة حولة هل ترقب حزب الله أيضا رد من قبل إسرائيل أقوى بعد مقتل جندي إسرائيلي أيضا؟ هذا أيضا سبب إضافي للترقب يعني اليوم هناك ترقب لرد حزب الله على مقتل هذين العنصرين وبعد أن قتل هذا الجندي الإسرائيلي في العملية التي استهدفت تكنت يعرب المسيرات الانقضاضية لذلك أيضا سابقا عندما أصيب جنود إسرائيليون وعندما قتل جنود إسرائيليون كان هناك يكون عادة رد أقوى أو تصعيدين من قبل إسرائيل على بلدات جنوبية لذلك طبعا اليوم هناك ترقب لهذين الردين إن كان من قبل إسرائيل أو إن كان من قبل حزب الله ولكن ضحى هو ليس هناك من صورة استثنائية اليوم في جنوب لبنان فهذه المواجهات وحتى هذا التصعيد عادة ما نشهده عندما تكون نتيجة الاستهدافات قتلة من كلا الطرفين شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وتفاصيل مرسلة الحدث ناهد يوسف كنت معنا من جنوب لبنان شكرا جزيلا على المشاهدة